النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الامارات الدكتور سلطان الجابر حضر هذا اللقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمود عسمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البتول والتروة المعدنية من الجانب المصري ومن الجانب الاماراتي سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالامارات والسيد محمد كميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل مصدر وعدد من المسؤولين كلام طبعا كان العلاقات المصدر الاماراتية في مجال الصناعة طاقة الكهرباء الاستثمار وطبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى تطرخ خلال حديثه الى نتائج الزيارة اللي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى النهيان الى مصر ولقاؤه بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية ومعالي سلطان الجابر اكد على اهتمام الخاص اللي بيوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشقيقة مصر قائلا نحن اليوم موجودون هنا لمتابعة ما تم منخشته واستعراضه خلال الاجتماع السابق وتحديد الخطوات القائمة والقادمة لاجندة الاعمال التنفيذية خلال المرحلة القادمة طبعا اتكلم سلطان الجابر عن مشروعين مهمين جدا المشروع الاول مشروع تصميم تصنيع الالواح الشمسية والمشروع التاني مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة قال لدينا شراكات مع مصنعين كبار ونحن على استعداد لدراسة اي مشروعات اخرى مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر قال سلطان الجابر فيما يتعلق بملف الطاقة هناك توجهات من القيادة السياسية بانجاز اربعة جيجا وط في خلال عام واحد وسنعمل على تحقيق ذلك كما لدينا رغبة لتطوير عدد من المشروعات ده اللقاء الاول اللي حضره رئيس الوزراء مع سلطان الجابر الوزير الاماراتي الخاص بالصناعة والتطور التكنولوجي طبعا رئيس الوزراء بعد كده شهد توقيع اتفاقيتي مشروع انشاء محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجا وده كان الحقيقة بالاتفاق بتحالف شركات مصدر انفينتي وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجي المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة يبقى ده النهاردة لقاء مع المسؤول عن الصناعة في الامارات وتتشين مجموعة من المشروعات وتوقيع بين تحالف مصري اماراتي لانتاج الطاقة المتجددة بتين ميجاوات ترجمة نانسي قنقر